اشتركوا في القناة يومي 6 و 7 ديسمبر 2016 وتأكيداً لعزم دول مجلس التعاون وتصميمها على تعزيز المسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك وتوحيد المواقف بينها والسير باتجاه تحصين دول المجلس من الأخطار المحدقة بالمنطقة والمحاولات الرامية إلى المساس بسيادتها واستقلالها عبر التدخلات الخارجية المتكررة في شؤونها الداخلية واستناداً لما تشهده الساحة الدولية والإقليمية من متغيرات متسارعة يمس تأثيرها المباشر المصالح العليا لدول مجلس التعاون فالنصحاب الجلالة والسمو يؤكدون على همية مواصلة العمل في تنفيذ وتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية التي أقرت في قمة الرياض عام 2015 لما تشكله من إطار متكامل ونهج حكيم للتعامل مع تلك المتغيرات على أساس المحافظة على المصالح العليا لدول المجلس ومنجزاتها ومكتسبات شعوبها وتحقيق الهدف المنشود في التكامل والوحدة بين دول المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية ويشيد قادة دول المجلس بما وصل إليه التعاون المشترك في المجال الدفاعي والأمني ويؤكدون على ضرورة العمل لتحقيق المزيد من التكامل والتعاون المشترك لتطوير المنظومة الدفاعية والمنظومة الأمنية لمجلس التعاون ليكون دورهما أكثر فاعلية وقدرة على ردع أي اعتداء أو مساس بسيادة دول المجلس وفي هذا السياق يشيد أصحاب الجلالة والسمو بالتمرين الأمني الخليجي المشترك أمن الخليجي العربي واحد الذي استضافته مملكة البحرين في نوفمبر عام 2016 الذي وضعه خريطة أمنية متكاملة لدول المجلس إيمانا بأن أمن الخليج كل لا يتجزل وأن الحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس يخدم مصالح دول العالم قاطبة ويسهم في حفظ الأمن والسلم الأقليمي وانطلاقا من الدور الذي يقوم به مجلس التعاون في تحقيق الأمن والسلم والاستقرار والرخال الاقتصادي في المنطقة أكد قادة دول المجلس حرصهم على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين والدول الصديقة والمنظمات الأقليمية والدولية بما يعزز دور مجلس التعاون كشريك دولي فاعل وركيزة استقرار مهمة للأمن والسلم الدوليين وفي الشأن الأقليمي وانطلاقا من حرص القادة الشديد على أن تكون علاقات دول المجلس مع جميع دول المنطقة قائمة على مبادئ حسن الجوار والتفاهم والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام مبدأ المواطنة يؤكد قادة دول المجلس على ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة وذلك بالالتزام لقواعد وعراف المواثيق والمعاهدات والقانون الدولي ويؤكدون أيضا استنكارهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس وإدانتهم تسييس إيران لفريضة الحج والاتجارة بها واستغلالها ويطالبون إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتي الثلاث والاستجاب لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة السلمية بما يهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ونظرا إلى أن التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون يشكل ركيزة رئيسية لدعم الأمن والاستقرار يؤكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون دعمهم ومساندتهم لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية عالية المستوى التي تهدف إلى تطوير التعاون في الشؤون الاقتصادية والتنموية وتنفيذ القرارات والاتفاقيات المتعلقة بها وتسريع وطيرة العمل لإنجاز السوق الخليجي المشتركة والاتحاد الجمركي والربط المائي وغيرها من المشاريع التنموية التكاملية وصولا إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة وبما يعزز مكانة منطقة مجلس التعاون كمركزٍ ماليٍ واستثماريٍ واقتصادي عالم ومن هذا المنطلق يؤكد أصحاب الجلالة والسمو دعمهم الكامل لربط دول المجلس بشبكةٍ من وسائل الاتصال والمواصلات والنقل الحديثة التي تحكمها أنظمةٌ وقوانين موحدة وذلك بما لها من دورٍ حيوي في العملية التنموية الشاملة وتأثيرٍ مباشر على مسيرة التعاون الخليجي المشترك في المجالات التي تهم أمن واقتصاد دول المجلس وشعوبها وإيماناً من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بأن نهضة الأمم تستند على قدرات وكفاءة مواطنيها وبالأخص الشباب والتطوير المستمر للتعليم يؤكد القادة على همية توحيد أسس مناهج التعليم الأساسي والتعليم العالي بما يعود بالفائدة المستدامة ويؤكدون بما يعود بالفائدة والنف على المخرجات التعليمية وبما يواكب متطلبات التقدم والتطور والتنمية المستدامة ويؤكدون على همية دعم وتطوير دور الشباب في تفعيل البرامج والأنشطة والفعاليات التي تسهم في تعميق الترابط والتكامل وترسخ الهوية الخليجية وتعزز قيم التسامح والاعتدال والتعايش القائمة في دول مجلس التعاون وتحقق طموحات الشباب لمستقبل أفضل له ولكافة شعوب المنطقة سعياً نحو التقدم والرقي المنشود ويؤكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن إنجاز كل هذه الأسس الصحيحة والمبادئ السامية سيكون له الأثر البالغ في المضيب المسيرة المباركة للمجلس نحو مزيد من الخير والنماء والارتقاء وتعزيز الترابط والتكامل بين دوله وشعوبه وتنمية العمل الخليجي المشترك بما يحفظ لدول وشعوب مجلس التعاون ومكتسباتها ومضاعفة إنجازاتها ويرسل أسس الأمن والسن في المنطقة والعالم ويرسق التعاون البناء على المستويين الأقليمي والدولي ويدفع بقوة نحو تحقيق آمال وشعوبها في الرخاء والازدهار صدر في الصخير مملكة البحرين في الثامن من ربيع الأول عام 1438 هجري الموافق 7 ديسمبر 2016 ميلادي شكرا صاحب جل